وصفة النهاردة هي وصفة ترندي جدا على السوشيل ميديا تقريبا ما فيش حد ما اجربهاش ابتدت الاول على التيك توك وانتشرت انتشار كبير جدا وصفة بسيطة جدا وسهلة وده اللي شجعني اجربها هحاول اختصر في الفيديو على قد مقدر يلا بنا نبدأ ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الناتفيكيشنز لكل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده هحط 800 جرام طماطم تشيري الكمية هتكون على حسب حجم الصينية اهم حاجة تكون مغطيها كلها هضيف عليها ربع كوباية زيت زتون معلقة صغيرة فلفل واربع معالق صغيرة توم التوم كميته هنزودها ونقصها على حسب ما هنحب انا هضيف الملح في الاخر عشان الجبنة ممكن يكون ملحها كفاية هنضيف جبنة الفتة في وسط الصينية وتقريبا وزنها هيبق بين 200 ل250 جرام هرش عليها شوية زيت عشان سطحها ماينشبش في الفرن هدفل الفرن على 180 درجة مقوية لمدة 30 أو 40 دقيقة او لحد ما التماطم تكون دبلت والجبنة نفسها حروفها تبدأ تاخد لون بسيط اول ما هنخرجها من الفرن هنضيف لها ربع كوباية رحان ممكن الورق نسيبه صحيح او نفرومه نعم انا بفضل يكون مفروم نعم هنبدأ نخلط المكونات بما كلها مع بعض هنهرسها بشوكة وهو ده اللي هيكون لنا السوس هنضيف باستة مسلوقة او متصفية وهنقلبها كويس قوي في السوس دوت وكده تبقى الوصفة بتاعتنا خلصت طعمها حلو قوي وسريعة جدا ما بتاخدش اي وقت ولا مجهود في رأيي ان الوصفة دي مناسبة جدا في الايام اللي احنا محتاجين احضر فيها اكلة سريعة او مكسرينه الفاترة طويلة في المطبخ ياريت تجربوها وتقولي رأيكم فيها ايه اشوفكم ان شاء الله قريب في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخي لمطبخكم بكل حب سماس داد